موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل ربنا وسلم وزد وبارك على صفة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المتابعين المشاهدين الكرام أخواتنا المتابعات المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات على مائدة القرآن نلتقي مذاكرة مدارسة تفهما إن شاء الله تعالى والقصص القرآني ليس تأريخا مضى يؤخذ على أنه لا هذا واقع متجدد هذا واقع بشري يعني متجدد يعني صحيح أنه يمكن عمره الآن هذا سبعة تلاف سنة ولا كام لكن يعني الآن أمريكا هي فرعون هذا الزمان مثلا يعني وبالتالي هذا القصص القرآني لا يؤخذ عن أنه تاريخ غبر ومضى إنما على أنه واقع قابل للتجدد بدي أرجعني الوراء بس ومضى سريعة مع قوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون هم قوم فرعون ظالمين ولا مظلومين آه بس هذه الحبيت إن نوقف عنده مولانا بناد موسى أشألو على قوم فرعون الظالمين أن ائت القوم الظالمين مع أنه فرعون عاصرهم عصر وظالمهم وظالم طبعا معهم بني إسرائيل لكن هم أيضا يظلمون من هو مستضعف من قبلهم فهم ظالمون ومظلمون هم ظالمين مرتين إذ يظلمون بني إسرائيل وفرعون بيعمل بيسلط بعض الناس على بعض هذه سياسة فرق تسد حتى في المجتمع الواحد وجعل أهلها شيعة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يسلط هؤلاء على هؤلاء فبسلط الظلم دول على المستضعفين وهم ظالمون لأنفسهم أيضا إذ رضوا بالظلم أن يقع عليهم وأن يوقعوه على غيرهم فهم ظالمين دبل مرتين يا السلام أخواني الظلم ظلمات يوم القيامة أخطر شيء ظلم وأن تتمرس النفس بقبول هذا الظلم إنه الموت النفس الأبية تأبى الظلم أن تمارسه على غيرها أو أن يمارس عليها يعني الاستعمار مارس علينا أبشى أنواع القهر وامتصاص الثروات وسحق التحركات المطالبة بالحرية سحق الجزائر وغير الجزائر ظلم طبعا وظلم ذو القرب أشد مضالة مثل ما قال شعراءنا في القديم على كل حال أحبت نوقف عند هذه الومضة وأيضا قوله تعالى أنا وقفنا عند الآية خمسة وعشرين قال لمن حوله ألا تستمعون اسمع بيقول إيه القدرة ألا تستمعون سأعلم ماذا بتكلم يعني فيه رب سواي لا إله إلا الله من أنت قال أنا رب هذه البلدة رب هذه الدولة رب هذا القطر ربه بمعنى ملكه ومالكه يعني هب أنك أنت يعني تدير شؤونه ما شو الحال هذه المشكلة أنه يتصور من بيده السلطة أنه أنه إله مش مجرد يدير البلد أو ينظم شؤون البلد لا هو يتصور نفسه ربا وإلها تعالى الله عما يعتقد هؤلاء الفاسدون المجرمون علوا كبيرا سبحانه إذن ونقف برضو من الآيات اللي مرت معنا محب أن نلقي عليها ضوء مزيد موسى عليه الصلاة والسلام بيقول لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل استعبدتهم استعبدتهم كم ممض كم ثقيل على النفس الحر الأبي أن يستعبد الأبي والحر كم ثقيل على النفس ممض مؤلم جارح أن عبدت بني إسرائيل استعبدتهم أخواني أخواني يعني هم الآن بعادونا هذا شيء وما نقرأه نحن هذا ماض ما بنقرأش بعيون الحاضر يعني هذا شأن وهذا شأن ما نخلطش الأمور بعضها ببعض على كل حال قال فرعون وما رب العالمين ما هذا السؤال نرجع الوراء لنصل الكلام بعضه ببعض هو يريد أن يشوش عقل الجمهور والأسف أنه مثل ما قال أحمد شوقي عن الشعب اللي عقله في أذنيه عقله في أذنيه يا الله يعني يصدق كل ما يسمع عقله في أذنيه ساذج إلى درجة أنه ممكن تنطلي عليه وتمشي عليه أي فرية أي أكذوبة يعني دون ما نضرب أمثلة وشواهد ملو التاريخ أمثلة وشواهد على كل حال إذن قال فرعون وما رب العالمين ما مهيته يا سلام وما رب العالمين اللي خلق الوجود كله سبحانه يسأل عنه وعن ما هيته ومن أنت يعني أنت ادعيت أنك رب هذا القطر العظيم يعني مصر القطر العظيم فزعمت أنك رب هذا القطر أي مالكه ومن عليه ومن فيه إلى آخره أنا مالكهم يا الله يا الله وتستكثر على الله اللي خالق الوجود أن يكون هو رب الخلائق هذه ورب هذا الكون سبحانه وما رب العالمين يعني أنا رب هذا القطر هو هكذا يفهم الشعب ومن أين يأتينا هذا برب سواي أنت سلمنا أنك ملك على هذا القطر وسلمنا جدلا أنك مالك ما هي مشكلة كمان يعني أنت ملك على القطر شيء ومالك للقطر شيء آخر سلمنا جدلا أنك مالك وملك ما هي الحال ما هي مشكلة الشعوب المتخلفة أنه يعني في أفريقيا الحاكم إله بعض الملدان المتخلفة الأفريقية ما احترامنا طبعا لكن في تخلف الحاكم نفس نظرية فرعون إله أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري هما خاضعون دعي المثل سين أوصاد من الدول الأفريقية الخلاصة قال فرعون وما رب العالمين قال أي موسى عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات أنت مالك السماوات قال لا أما هذه فلا جميل ما شاء قال رب السماوات هذا رب العالمين والأرض هل أنت رب الأرض قال أنا رب هذا القطر فقط الأرض فيها دول كثيرة وزعماء غيري كثير ما شاء الله إذن من رب الجميع الله سبحانه ما أجمل أن يشعر الإنسان بعبوديته أمام الله ليتحرر من كل عبودية سواها يعني يعني الناس الآن عبيد المال عبيد المنصب عبيد الجاه عبيد الشهرة أوه هو جميل جميل من شاء الله بالله ولذلك الآن صارت الشهرة إلها يعبد ويسعون لها على شرفه على زمته على قيمه على أخ على مستعد يبذل كل شيء نيلة نيلكم والشهرة بتاعتكم يعني أصبحت إلها ورذاك إذا مشى مغني ولا غير المبتعل الحركات المجنونة هذه بينجن الشارع كله ويتبعونه كظله إلى آخره يعني إذا قلت لك أنهم هذول آلهة في الأرض استغفروا الله لكن هذا الواقع يعني صنعوا من هذه الأصلام التافهة صنعوا منهم آلهة تعبد وتقدس وتقدر وهي جوفاء فارغة تافهة يعني واحد مثل ألبسي بريسلي ألبسي بريسلي ألبسي بريسلي يا عمي المهم يعني هذا يمكن يوم ما يموت والغير وينتحر لعشرين ثلاثين واحد مات زمان لكن وعندنا حتى في البلاد العربي ومات أحد المغنين انتحروا عدد من الشباب والشابات في بعض البلدان العربية على إيه على إيه إنه كان وهبك الحياة ده بياء كلام يا جدا بياء كلام ويمكن من المشاعر اللي بيحاول ينفخ في آدان الشباب ما عندوش حاجة خالص يا الله كم يسوقون الوهم ما أجمل أن تعظم الإله فلا ترى عظيما إلا الله ولا تستذل إلا لله أنت عبد لهذا الإله سبحانه لا لأحد ولا لشيء سواه لا مال ولا منصب ولا شهر ولا جاه ولا ولا إلى آخر يعني كم من الكبراء أمام المصالح ولا غير بيخضع إنما العزيز بالله عز وجل ما بيخضع إلا لعزة الإله سبحانه إذن قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين مؤمنين موقنين أعلى اليقين أعلى من درجة الإيمان يعني الإيمان يترقى إلى أن نصل إلى علم اليقين وعين اليقين كلا لو تعالد أن في عندنا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين يعني أننا نؤمن بالجنة إن شاء الله علم اليقين تمام إذا دخلناها إن شاء الله صارت حق اليقين دقنا نعيمها صارت عين اليقين صارت عين اليقين إذن يترقى اليقين من الإيمان إلى درجة اليقين واليقين يترقى من علم اليقين إلى حق اليقين إلى عين اليقين إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون ما أسوأ الاستخفاف بالناس وآرائهم وأقوالهم وهذا مش ناس هذا واحد من أعظم رسل الله موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم خمس رسل واحد هذا من أعظم خمس رسل من بين عشرات آلاف المرسلين هذا واحد من أعظم خمسة أولو العزم هذا واحد منهم وسيدهم طبعا محمد صلى الله على محمد وإبراهيم وموسى وعيسى الخلاصة هؤلاء هم وعيسى طبعا هؤلاء هم الرسل الكرام ألا تستمعون قال موسى يخاطبهم ربكم ورب آبائكم الأولين يعني فرعون يملككم الآن ماشي فمن رب من قبل فرعون من الأجيال قال فرعون اللي كان موجود رمسيس أمن حوتب ولا ما عرف شمين المهم موحد من هالفئة إذن إذن أنت بعد شوية هتمضي وتروح ويأتي سواك رب الوجود سبحانه ما بيمضي حي باق سبحانه له الدوام المطلق أنت فان سنة سنتين خمسة ماشي واللي أبلب فين الطواه المنون تمام عليك نور ما شاء الله وسيطويك أنت إذن عامل لرب وإله على إيه وبينما تكون تحت التراب ربما غمضت عين ما بتعرفش قال لمن حوله ألا تستمعون ترياء الترياء والجليطة يسمع بيقول إيه ينحول الموقف إلى سخرية واستهزاء واستخفاف وجو استهتار يعني بدون ما نضرب أمثلة يعني ممكن تحول كلام أعظم الدعاء إلى آخر إلى تندر وتنكيت واستخفاف وكثيرا ما وصفه من أكبر الشيوخ وأعلم الشيوخ أوصاف مليئة بالهزؤ والاستهتار والاستخفاف مع أن الشيخ مش عم مش عم بتكلم من أندياته إنما هو يوصل ويبلغ كلمة الله وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال قال لمن حوله ألا تستمعون ما فيش حد منكم بتكلم ليه بتكلموا سمسعين بيقول إيه يعني يهيجهم ويحرضهم على التشويش على هذا الرسول ما يقول صلى الله عليه وسلم ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن دعان مدى موسى صعد الكلام يبقى فرحون فرحون حيصعد الوتيرة أيضا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لام التوكيد وإن أقوى دوات التوكيد قول لام المزحلقة فأصبحت توكيد على توكيد قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم بزعمه يعني عاوز يقول إن رسول استهتارا طبعا ولو كان مؤمن أنه أرسل إليهم لصدق وتواضع وخشع لكنه مش مؤمن إذن قالها استخفافا واستهتارا واستهجانا واستبعادا مش إنه قالها إيمانا أنا دلوقتي فهمت إنه هو رسول مرسل الله إن رسولكم الذي أرسل إليكم بزعمه بالدعائه بقوله الباطل حاشا طبعا إنما هو يوهم مستمعيه بهذا الوهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون القدع بهلوس تقنن خالص دفع الدماغه فأد التركيز ضيع يا سلام لأنه قال لهذا الوجود موجد إله قدير حكيم وأنت عبد فان زائل داهب ماض غدا ستصبح ماضيا أنت وغيرك وإحنا والوجود كله غدا سنصبح من الماضي إحنا الآن في الحاضر لكن باتشر نحن ماضي بيقولوا إذا ذكرون كان يا ما كان في القرن الواحد وعشرين سين وصاد من بني الإنسان هذا إذا ذكرنا أصلا هو لن نذكر والله أعلم الخلاصة الخلاصة يعني إنما يذكر من تركوا أثرا إحنا ما تركنا أثرا للأسف يعني قال لمن حول هو لا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون القدع تقن خلاص فأد دماغ تماما يا الله الذي ينطق بالحكمة والرشد والعقل والوعي والبصيرة والحق هو المجنون والمجنون المفتري على الله ودينه وعلى الوجود والبشر يستعبدهم هذا هو العاقل فعلا مقلوب الأمور قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم المجنون موسى مسكتش قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ما قال شنت المجنين مش عاوز يستفز إنما شف الصياغة كلها قوة ولكن مع التهذيب الشديد دون أن يستفز من أمامه ورد لاذع لكن غير مستفز قال رب المشرق والمغرب يعني أنت غرك أنك حاكم على هذا القطر قطر عظيم نأم ماشي ماشي فقير مش فقير مش موضوعنا الآن قطر والسلام أنت ربه سلمنا إنك ملكه ومالكه مش مشكلة طب والمشرق والمغرب والشمال طبعا وذكر المشرق والمغرب وسكت عن الشمال والجنوب العقل بيستدركهم لوحده إنما دام ذكر المشرق والمغرب إذن الشمال والجنوب أيضا يعني رب الجهات الأربع الله سبحانه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لاحظت تصعيدي الآن في اللهجة قال لئن اتخذت إلها غيري يا السلام لأجعلنك من المسجونين لأسجننك لا لأجعلنك من المسجونين السجن مليان فأنا سأخليك واحد منهم منتهى البساطة لأن الإدارة بالقمع والتخويف هكذا تكون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك واحدا من المسجونين لأجعلنك من المسجونين لأصيرنك ولا أحولنك بدل من أنت الآن بتتكلم إيايا كأنك ند لند بل تكلمني بفوقية أنا أتكلم أشي بفوقية أنا بكلمك بالحقيقة اللي هي مش بفوقية يا أحب أقول لك هذا الوجود له رب أن تغرك أنك رب بمعنى ملك أو مالك هذا القطر فتصورت نفسك إله الكون لا خلقت ولا رزقت ولا البعث بيدك ولا الموت بيدك لا بيدي أعدم من أشاء الله يتوفى الأنفس مش أنت أنت ضربت بالسيف ولكن المتوفي هو الله هو يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس أنت ضربت بالسيف أو أمرت جلا ده كان يضرب بالسيف فقتلت الرجل ظلما وافتراء لتري أنك أنت تحيي وتميت قال أنا أحيي وأميت هذه المشكلة يعني أن الكبر والغرور إذا ملأ النفس طاشت وضلت ضلالا بعيدا والعقل أيضا طاش وضل وشت وصار الإنسان أقرب إلى الجنون قال لإن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين هل إذا أتيتك بشيء بدليل قاطع ناصع واضح بين جلي تجعلني تجعلني أيضا من المسجونين قال فأتي به إن كنت من الصادقين إذا معك دليل أنك رسول الله إيتي به هو ما بيدري أن مولانا سبحانه يستدرجه عن طريق ما يقول موسى عليه الصلاة والسلام سيرى العصى بعد قليل تتحول في يد موسى من عصى إلى ثعبان تلقف ما يلقي السحرة بعدين لكن ولكن أيضا سيستخدم حياله وأكاذيبه لتضليل الناس أو لاستمرار في تضليلهم وخداعهم على كل حال إذن موسى لغاية الآن لم يستخدم ما معه من الآيات حتى الآن مولانا زوده بآيتين الآن معجلا وسبع آيات مؤجلا في تسع آيات الآن المعجل آيتان العصى واليد والمؤجل التفاصيل نشوفها بعدين اللي هي أن يأتيهم من الأوبئة والأسقام وكيت 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 الطفان والجراد والقمل والضفاضع والدم آيات المفصلات نشوفها فيما يأتي من الآيات إن شاء الله تعالى إذن قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون إخواني استخدام العقل مهم جدا جدا يعني إحنا من ظن أن الدين يعطل العقل مع هذا الله بل يفعل العقل تعطيل العقل تعطيل الدين منتهى البساطة والله إياكم إخواني والدعاوة الدين ليس بالعقل يا سيدي أيوة لكن لن نفهم هذا الكلام العظيم إلا بالعقل ورصيدنا من اللغة ورصيدنا من الفهم والخبرة والتجربة والمطالعة كل هذا الرصيد به نفهم كلام الله من غير هذا الرصيد مش هنفهم هذا الكلام رصيد من اللغة رصيد من القراءات في الكون والتاريخ والجغرافيا والمعلومات حتى نستطيع أن نفهم هذا الكلام لابد من أرصده تكون لديك وذخر في هذا العقل حتى يستوعب إن كنتم تعقلون قال لأن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين له شيء واضح حاسم قاطع أنه دليل أنك رسول الله ما درى فرعون أنه استدرج فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين إخواني موسى بالصحراء قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى حية تسعى ثعبان مبين هذا هو واضح الفرق من لن تجد كلمة ثعبان إلا أمام فرعون بالصحراء وموسى وحده ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى فرخ بش داعي ورجم موسى ثعبان لكن حيثما كان الإلقاء أمام فرعون ستجد النص ثعبان مبين الثعبان لا يقال للحية الفرخ ثعبان لا حية إنما الثعبان الطويل اللي صار عمره بضع سنين الخلاصة فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده أهو نزع يده أي من جيبه هذا الجيب فإذا هي بيضاء كان هني مش برص مع هذا الله إنما بياض لا يشوه مثل ضوء النيون مثلا يعني بيضاء للناظرين أتعتقدون أنه سيسلم للحق ويدعن للحق لا بالطبع الكبر كلما سيق دليل دامغ النفس اللئيمة أنبتت شوكا وغساقا وردودا سيئة والكبر زاد عنفوانا في نفسه وصدا عن سبيل الله ومن عن الآخرين أن أن يؤمنوا قال للملأ حوله الآن فهمت وما الذي فهمته يا فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم دلوقتي فهمنا الملعوب كله واتضحت المسألة بالله يا لا والله وللأسف نرد نرد كلام أحمد شوقي لما يكون الشعب عقله في أذني ما بيناقشش إنما يقال له فيلقن شلون بلقن الميت أخواني هذا يجب أن يفعل مش كل ما نسمع نصدق مش كل ما يقال حقيقة إنما ثلاثة ربع ما يسمع من الكلام يحتاج إلى مناقشة بالعقل وبرهان وبينة عند هذا الحد انتهى الوقت ونتوقف على أن نكمل إن بقي في العمر بقية إن شاء الله في الحلقات الجاية قال للملأة حوله إن هذا لساحر عليم عند هذه الآية نتوقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة